السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 2021 بتعادل نيو كاسل امام اسطن فيلا واحد واحد السابت ساعتبار تلاتة ألفين واحد احد واحد توانيتد تعادل سلبين امام تشيلسي 0 صفر كريستال بلس فاز على وسط برومتش البيون اه شفيرتون خسر امام بيرنا على ملعب الانSheet فاز على فولهم 3-0 على ملعب فولهم الأحد 14-3 ساوس هامتون خسر أمام برايتون 1-2 لستر سيتي فاز 5-0 على شفيلد يونيتد أرسنال فاز على توتنام 2-1 منشستر رنايتد فاز على وستهام يونيتد 1-0 اليوم الاثنين 15-3-2021 ليفربول فاز على ولفرامبتون خارج ملعب الأنفلد 1-0 أحرز دادف جوتا البرتغالي في الديئة التانية من الوقت بدلت ضعف الشوت الأول خلالت تعرف على ترتب فرق الدور الإنجليز الممتاز من تعرف على ترتب الهدفين ولكن ده أول مرة تزيله في القناة انزل الاشتراك في القناة بضغط على زر الأحمر أسفل فيديو مكتوب على الاشتراك واسبسكرايب عملاك الفيديو فعل زر الجرس لأصل على كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متبعين الكرام متصدر ترتب فرق الدور الإنجليز الممتاز بكل جدارة وخلاص هو تقريبا البطل منشستر سيتي في المركز الأول بواحد وسبعين نقطة من ثلاثين مباراة وانشستر رونتد المركز الثاني بسبعة وخمسين نقطة من تسعة وعشرين مباراة الاستر سيتي في المركز الثالث بستة وخمسين نقطة من تسعة وعشرين مباراة تشيلس المركز الرابع بواحد وخمسين نقطة من تسعة وعشرين مباراة واستعامي نايتد المركز الخامس بتمانية واربعين نقطة من تمانية وعشرين مباراة ليفربول المركز السادس بـ 46.29 مبارا المركز السابع بـ 46.28 مبارا توتنم بـ 45.28 مبارا بالمركز التاسع بـ 41.27 مبارا المركز العشر بـ 41.28 كريستال بالس المركز الحدي وعمار بـ 37.30 ليد ينات المركز الثانية بـ 36 الخامسة وتلاتين ساوس حامتون المركز الرابع بـ 34 بـ 33 برنالي المركز الخامس في 13 وثلاثين نقطة برايتون المركز السادس عشر بتسعة وعشر نقطة نيوك أسل المركز السبعة عشر بتمانية وعشر نقطة فولهام المركز السامن عشر بستة وعشر نقطة وستبرامتشق البيون المركز التاسعة وعشر بتمانتاشر نقطة شفلديوناتل المركز العشين والاخير ب柑ماتاشر نقطة خendarنا نتعرف على ترتيب الهدفين ما زال ن النجو المصر محمد صلاح هو متصدر هدفة الدورة الانجليز الممتاز لعب ليفربول ب17 هدف في المركز الثاني برونو فرنانديز لعب منشستر نويتد ب16 هدف وهاري كين لعب توتنم وفي المركز الثالث كالفيرت لعب إفيرتم ب14 هدف وفي المركز الرابع سون هونغ من لعب توتنم ب13 هدف وباتريك بنفورد لعب ليدز يونايتد للمركز الخامس إليكي غندوغان لعب منشستر سيتي ب12 هدف وجيم فرد لعب لستر سيتي وأوليو أتكنز في المركز السادس لعب إستون فيلا ب11 هدف في المركز السابع الأكسندر لكزيت لعب أرسنال وويلسون لعب نيوكسل كل من 10 هدف خلنا نتعرف على ترتيب صناعة الهدف في صدارة صناعة الهدف هاري كين لعب توتنم المركز الأول صناعة 13 هدف في المركز الثاني برونو فرنانديز لعب منشستر نتو صناعة 11 هدف وكيفين دي براين لعب منشستر سيتي وفي المركز الثالث جياغ غيريش لعب إستون فيلا صناعة 10 هدف وفي المركز الرابع سنو هنا غامل لعب توتنم صناعة 9 هدف في المركز الخامس أرنك رسواي اللعب واستهامي نتو صناعة 8 هدف في المركز السادس جيما فردي لعب لستر سيتي صناعة 7 هدف وراشفورد لعب منشستر ينايتد كان معكم محمد دورو ديمين قناة الإحقر وخلاصة اشترك في القناة على زر الجرس املاحك الفيديو ونراكم فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته